موسيقى مواعد سليم صف تاسع نضرب الله موسيقى موسيقى من ناحية التعليمية كنا بدل الأستاذ يعطينا قبل كنت تدريس طلقيني أما هسة كان سرت أقرى أشجح على أن أقرى التفكيري بداعي وفي موسيقى وفي رسم على الجدران وع الورق من ناحية ثانية يعني الوالدين يعني صاروا أهميتهم صاروا ييجوا على المدرس كثير يعني صاروا يشاركونا بعد هذا يشاركونا في الألعاب يشاركونا في التفكير الإبداعي يشاركونا في كل شي الفعاليات اللي احنا أخذناها من المشروع أول شي رأسن كنا نرسم على جدران المدرسة صورة مخطط بلدنا دار بلوت سننا يعني نرسم على جدران المدرسة ثاني شي الموسيقى سننا عزفنا نشيط الوطني وعلمنا أستاذ كيف نتعامل مع البليانو الرياضة سننا لابت أنا وإمي يعني كورة التنس صار عندي حساتها المدرسة بيتي ثاني بالمدرسة كنت قد مشكل مع أحد الطلاب يعني أرجع لبيت ما ما أحكي لأهلي يعني أظن ساكت يعني صرت أحكي لأمي وصرت أناقشهم يعني وأحكي لأهلي ابني كان يخبي عني العلمات تصرفه داخل المدرسة صرت أكتر أني أعرف علماته أعرف كيف بتصرف داخل المدرسة كنت أجي مع ابني على المدرسة وشاركنا في اللعبة التنس كنت ألعب تنس مع ابني طبعا هذا الشيء قربني لإله وهو كمان تقرب لإلي بتمنى من طلاب يعني جميع طلاب أنهم اهتموا من درستهم أنها بيتهم التنس ترجمة نانسي قنقر